مجزو الأخبار من قناة المحور أهلا بكم شهد رئيس عبدالفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية بالكلية الحربية شهد السيد رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية حيث كان في استقبال سيادته بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وشهد السيد رئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي حصل عليها أثناء تأديته مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة كما ناقش السيد رئيس الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور محليا وإقليميا ودوليا للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي مشيدا بمستوى الوعي الذي أظهره الطلبة ومدى استيعابهم لما تقوم به الدولة المصرية من جهود في كافة المجالات والقضايا كما حرص سيادته على إطلاع الطلبة على رؤية الدولة بكافة مؤسساتها وسعيها لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري بكافة المجالات وطالبهم بمدومة الاطلاع المعرفي ومؤكبة العلوم الحديثة لبناء الشخصية القادر على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية في ظل التحديات والأزمات على مختلف الأصعدة كما أكد السيد الرئيس أن القوات المسلحة تحرص على انتقاء أفضل الطلبة وفقا لأحدث المعايير العلمية بعد اجتيازهم كافة الاختبارات بنجاح لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة وأوسى السيد الرئيس الطلبة بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر كجزء أصيل من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء للمصر وشعبها العظيم متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة كما شاهد السيد الرئيس بعض ملامح الدورة التدريبية للملتحقين بالنيابة العامة ومجلس الدولة حيث أكد سيادته أهمية التدريب المستمر لتحقيق التناغم بين جهات الدولة المختلفة وتعزيز التنصيق بينهم بما يسهم بشكل مباشر في تطوير الأداء وتعزيز الانضباط والوعي متمنيا للمشاركين في الدورة تحقيق الاستفادة المثلة بما يسهم في تحسين العمل في جميع أجهزة الدولة تقدمت سيد انتصار السيسي قارينة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر والتقدير إلى مؤسسة الهلال الأحمر المصري على مجهوداته العظيمة دعما لأشقائنا في غزة مزيد من التفاصيل بالتقرير التالي موسيقى من بداية الحرب على القطاع وانا شايفة ان احنا بناخد خطوات إيجابية ممتازة وكمان الواحد سعيد ان انا شايفة ان معظم الشباب عندهم حماس وقد ايه ان هم حابين ان هم يساعدوا يساعدوا في كل حاجة وبدون مقابل ودي حاجة طبعا تفرحنا بشبابنا فنأمل ان ان شاء الله كلنا مع بعض نتكاتف ونقدر نحقق لشعب فلسطين ولو بسمة لللي احنا بنقدر نعمله صواقير ده هايجين بالمفروض بيبقى شنط صحية شخصية في الغالب احنا عندنا اغلب الحاجات اللي بنبعتها بتبقى معلبة جاهزة على الاكل واللي مش جاهز على الاكل في الغالب هو بيبقى سريح التحضير كل الحاجات اللي موجودة هي جزء صغير جدا في حاجات كتير بتبعت ملابس اخطيار يعني بصراحة انا كل حماس ان انا يعني نعمل حاجة كده كلنا مع بعض لان انتو طبعا يعني بصراحة بتعمله عمل عظيم وده يعتبر يعني من اسمه الاعمال الانسانية اللي في الدنيا وخصوصا ان انتو بتعمله كده بدون مقابل موسيقى يعني الواحد لازم لما يمسك المنتج المصري يفتخر بيه ان بلادنا بتعمل حاجة طيبة موسيقى والله انا بودي ان انا اعود اليوم كله ونقوم بالعمل ده كلنا مع بعض موسيقى موسيقى صرح ديارة شوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن مصر تجدد وأسفها البالغ لكسر الهدنة الإنسانية التي دامت أسبوعاً في قطاع غزة بفضل جهود الوساطة المصرية بالتعاون مع دولة قطر والولايات المتحدة فقد نجحت هذه الهدنة في إفراج إسرائيل عن 240 من النساء والأطفال الفلسطينيين مقابل الإفراج عن 81 إسرائيلياً و22 شخصاً من جنسية أخرى وعلى التوازي نجحت الهدنة في توسيع وانتظام عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأشقائنا المحاصرين في قطاع غزة وضف رشوان أن مصر تبذل حالياً أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت ومدها لفترات أخرى وصولاً للوقف الشامل لإطلاق النار لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وأكد رشوان من جديد أن مصر تفتح معبر رفح البري بصورة دائمة للأفراد والبضائع وأن أي معويقات في المعبر تأتي من الطرف الآخر الإسرائيلي تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مكونات مشروع حضائق الفسطات المنطقة الاستثمارية ومنطقة النفورة والمدرجات ومنطقة إنشاء المسرح المكشوف وكذا منطقة إنشاء المطاعم والمولات التجارية بالإضافة لمشروع رافع كفاءة مسجد سلطان المتحابين ومنطقة الحفائر ومشروع ترميم جامع عمرو بن العاص ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بعقد لقاء موسع مع المستثمرين في أقرب وقت للتأكيد على أهمية الحفاظ على الاستثمارات التي ضخطها الدولة في هذا المشروع وضرورة متابعة أعمال الصيانة المستمرة واستمع رئيس الوزراء إلى شرح رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية التابع للجهاز المركزي للتعمير حول الموقف التنفيذي لمشروع الترميم والكشف عن الحفائر بمدينة الفسطات أوضح ألواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تتطلع بقوة إلى التعاون الجاد وزيادة فرص الاستثمار الحقيقي وترحب بعقد الشراكات بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية أوضح ألواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تتطلع بقوة إلى التعاون الجاد وزيادة فرص الاستثمار الحقيقي وترحب بعقد الشراكات بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية ومن الخطوات الناجحة التي حققتها الهيئة العربية للتصنيع خلال فعاليات ختم معرض إيدكس عشرين ثلاثة وعشرين توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العربية البريطانية للصناعات الدينماكية ABD التابعة للهيئة وشركة نورثروب جرومين العالمية الأمريكية وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أننا نتطلع من هذا التعاون أن تصبح الهيئة العربية للتصنيع محوراً صناعياً لإنتاج والتصنيع والتصدير للدول العربية والأفريقية ولجميع دول العالم اشتركوا في القناة